أهلاً بيكم يا حبايبي وأهلاً يا أصحابي الحلوين للنهاردة حكلمكم عن شخصية من الشخصيات المسلمة من المسلمات الأوائل هي السيدة أم كلسوم بنت عقبة عارفينها يا بنا؟ لا، الأول مرة أسمحها وعايز أعرف شخصياتها إيه وكده وأنا كمين؟ أنا عايز أعرف صفاتها برضه وإنت يا منا؟ وأنا برضه أعوز أعرف قصة حياتها وصفاتها تمام، السيدة أم كلسوم بنت عقبة هي صحابية جليلة وكانت قدوة ومثال لنساء الأمة الإسلامية تمام؟ تمام أسلمت أم كلسوم بنت عقبة في مكة وإتربت الحقيقة في بيت شديد العداوة للإسلام للأسف أن والدها آز الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة تمام؟ تمام هجرة أم كلسوم للمدينة سنة سبعة حجريا فضلت في البيت الشديد العداوة للإسلام ده لغاية ما شاء ربنا أن أم كلسوم تبقى هي الوحيدة في بيتها اللي ينشرح صدرها للإسلام وتؤمن وكانت من أوائل من أسلمه تمام؟ تمام وأثناء صلح الحديبية اللي حصل بين المسلمين وبين قريش خرجت وحيدة في الصحرة علشان تنشي لوحدها وتقطع الطريق للمدينة من غير حد يحميها لكن الحقيقة في الطريق لأت أحد المؤمنين من قبيلة خزاعة إيه؟ علشان يساعدها ويحميها وده من فضل ربنا تمام؟ تمام والحقيقة كمان أن كان أخوها بيتتبعها عشان كان عاوز ياخدها معاها تاني مكة لأنهما طبعا كان بيت مش مسلم وكانوش عايزينها تبقى مسلمة لكن هي عملت إيه بنا؟ أسلمت أسلمت ورفضت ترجع معاه وراح المدينة عشان تاييش جنب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتعلمت فعلا منه كتير وكان إيمانها بيزيد يوم بعد يوم وتزوجت وأنجبت بنين وبنات وعاشت فيه استقرار وكانت معروفة بحبها الشديد للإسلام ودفعت عنه وتمسكت بيه وكانت حسنة الخلق وبتتميز بالشجاعة والصبر وكانت من زوجات الصحابي الجليل عمر ابن العاص والحقيقة أنها توفيت بعد شهر من زواجها منه وده كان في فترة خلافة علي ابن أبي طالب ونسيت أقول لكم أن الصحابي الجليل أمه كالسوم نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عشر أحاديث وده طبعا بالأخلاق دي وبيه الدفاع عن الإسلام وحبها الشديد للإسلام بيخليها قدوة لنا كلنا مظبوط يا بنا مظبوط هي كمان قدوة لنا في إيه؟ في الشجاعة والتمسك بالدين وكمان تعلمها لنساء المسلمات تعليم الدين مظبوط يا بنا مظبوط يا رب بكون قدر تفتكم بالمعلومات المرة دي وأصحابي اللي بيشوفونا كلهم يكونوا استفادوا منها وتعلموا أكتر عن السيدة أمه كالسوم بنته عقبة ترجمة نانسي قنقر